أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لتسريع وطيرة التحضر ودفع التعاون وتبادل الخبرات بين البلدان وذلك من أجل تنفيذ الحلول واستغلال الفرص لتحسين جودة الحياة داخل المدن إن مدينة الإسكندرية التي تأسست عام 332 قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر تعد أول مدن العالم التي عرفت معنى التحضر والعصرية وحازت السبق الحضاري والصدارة في جميع المفاهيم المتعلقة ببناء المدن وتخططها وتحسين جودة حياة قاتنيها حيث امتزجت بها جميع الثقافات وتلاقت فيها كافة الأمم والشعوب وأهدت للعالم العلوم والفنون والحكمة ومثلت مركز تجاراته الأول ونقطة التلاقي بين الشرق والغرب كما عرفت الإسكندرية قبل جميع المدن بالمنشئات اللوجستية والخدمية فكان ميناؤها أكبر مواني البحر المتوسط اشتركوا في القناة